اشتركوا في القناة والخطوات الواثقة وخطط استيعاب الطلاب حول العالم وخلال التدشين شكر الأستاذ الدكتور يحيى مقبل الصباحي القائم بأعمال رئيس الجامعة معالي الوزير على حضوره التدشين وزيارة الجامعة واستعرض أهم كليات الجامعة وبرامجها وتوسعها ونشاطها الأكاديمي والبحث وخدمة المجتمع ورؤية الجامعة المستقبلية دشن من اليوم بجامعة الطلاب الكريم والعلم الإسلاميين عمادة التعليم الثيوني والتي حالة تم فتح عدد من البرامج التعليمية في مجال الطلاب الكريم والعلم الإسلامية وتخدم حالياً قضاء المنطقة ولكن هناك خطط لاستيعاب كافة طلاب التخدمين من كافة الحالة العالم نستخر بالإنقاذ التي تمت وصلت في مجال التراني الأمريكترونية التي أدخلت وأيضاً الدار الأمريكتروني وأن هناك خطط المنطقة الثيونية الآن في الجامعة وإن شاء الله نتمنى أيضاً نزيداً من التقدم والتطوير نرى بأنها فعلاً تخطو خطوات متقدمة خطوات مغاثقة سواء من ناحية توظيف التقنيين أو من ناحية مجارات الجانب الأكاديمي هناك وكما رأينا في زيارات سابقة حضور لافت لقهود القائمين من إداريين ومن تقنيين وأيضاً قدية الطلاب وقدية نقوم الممارسات ومحاولة التطوير بشكل مستمر وقدنا فعلاً هناك كلية مستقلة ببماها بقاعاتها بمدرسينها بإدارتها والتجهيزات اللازمة أو منطلبات اللازمة لفتح هذا البرنامج كذلك شاهدنا الـ MS أو البرنامج النظام الإلكتروني الذي يساعد في إتمام العملية التعليمية في النظام التعليم عن بعد وأيضاً شاهدنا نماذج من المحاضرات والمناهج الرقمية التي تم أعدادها هنا في جامعة القرآن الكريم من قبل مدرسيها لها تدرسية جامعة القرآن الكريم بدأت تخطو نحو ليس المحلية ولكن الآن بدأت تتطرق إلى الإقليمية والدولية قريباً إن شاء الله بيوجود هذا النظام كذلك بتنوع أنظمة التعليم التقليدية نظامية وتعليم عن بعد وهذا شيء يحسب جامعة القرآن الكريم حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد باسليم والوزير السابق الأستاذ الدكتور حسين باسلامة ومستشار الوزير الدكتور علي لانقة ومدير عام مكتب الوزير الأستاذ رمزي المخلافي ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عثمان ووكلاء فروع الجامعة ورئيس مركز البحوث وعدد من الأكاديميين والإداريين بالجامعة